اهلا بكم وفيديو جديد على قناتكم ياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس علشان نكون دايما على تواصل احتفل الفنان احمد ميكي منذ ايام بعيد ميلاده الثلاثة واربعين وهو من موليد عام 1978 بالمغرب لاب جزائري وام مصرية وبعد ذلك انتقل الى القاهرة للعيش هناك اخته هي الفنانة ايناس ميكي الذي لم يلتقي بها في اي عمل الا كمخرج في فيلم الحس السبعة كون سنائي ناجح مع الفنانة دنيا سمير غانم وحققه مع بعض نجاحات كبرى اشاد بيها الكثيرين شارك احمد ميكي في كتابة عشر اعمال فنية وكان اخر اعماله مسلسل الاختيار واللي حقق من خلاله نجاح ملحوظ وحرس الفنان احمد ميكي منذ سنوات نجوميته الاولى على التحفز على حياته الشخصية وفصلها عن شهرته لدرجة ما يعرفش البعض انه متزوج من سيدة اعمال وليه منها ولد واحد اسمه ادهم ورفض تماما احمد ميكي الاعلان عن خبر زواجه في وسائل الاعلام واكتفى بحفلة عائلي بعيد عن وسائل الاعلام تماما اما عن زوجة احمد ميكي فهي سيدة اعمال ناجحة جدا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر واغلب روادها من نجمات الفن مثل انغام وسمية الخشاب وصفاء بالصعود وبتتواجد زوجة احمد ميكي دايما في فروع مراكز التجميل تبعها وهي معروفة ايضا بلقب احمد ميكي واللي هو ميكي ودايما بتستحب معاها ابنها ادهم احمد ميكي وذكر ميكي ان لديه ولد مؤخرا اثناء استضافته في نجوم FM وده كان بعد نجاح اغنيته مصيت وقفة زمان وقال ساعتها ان الهدف من الاغنية هو تعليم نجلو ادهم بعض من القيم والرسائل اللي تعلمها فطفلتو الامر اللي اصار تساؤلات عدة من قبل الجمهور هو ميكي متجوز ومين هي زوجته السؤال الاول جاوب عنه ميكي في نفس البرنامج لما افصح عن اسم ابنه وهو ادهم اما السؤال الثاني جاوبت عنه مجلة هي واللي كشفت انه متزوج من سيدة اعمال مصرية وده كان منذ سنوات طويلة قبل بداية انطلاقته وشهرته الفنية واصيب قبل كده الفنان احمد ميكي بفيروس نادر في الكبد خسر بسببه الكثير من الوزن واختفى عن الساحة الفنية لفترة طويلة وعن جمهوره وبعد عودته قرر انه شارك جمهوره باللي حصل معاه وانه لازم يحذرهم وقال ميكي وتكلم عن الفيروس اللي صابه وانه هو كان نتيجة تبادل زجاجات المياه في احد الاماكن اللي كان بيلعب فيها ملكمه وتم علاجه بشكل خاطئ لمدة شهر ونص وعن فترة مرضه حكى ميكي وقال الاكل والشرب كان صعب جدا وكنت اشعر بقلم رهيب اثناء ابتلاع اي شيء كنت بنام حوالي 18 ساعة يوميا وان الحرمان كان صعب وصادم التلاجة مليانة قدامي لكن انا مش قادر ادوء منها اي حاجة واصعب احساس ان ابني كان قدام عنيا لكن ما كنتش اقدر ابوسه او اشيله علشان كده يجب علينا كلنا احترام النعم الفنان احمد ميكي صاحب مواهب متعددة وبعيدا عن الفن والتمثيل الفنان احمد ميكي بيهوى تربية الطيور